أعلن الجيش الأوكراني تصديه لهجوم بطائرات مسيرة أطلقها أو أطلقتها روسيا على كييف ذلك في رابع موجة من الضربات تعرضت لها العاصمة الأوكرانية خلال أيام أفاد مراسلنا أن انفجارات كبيرة دوت في عدة مناطق من العاصمة متحدثا بأن الهجوم وقع هذه المرة في منطقة تضم مباني حكومية من بينها مقري الرئاسة والبرلمان وقامت الدفاعات الأوكرانية بالتعامل معها كانت مصادر عسكرية تحدثت عن إسقاط ثماني عشرة طائرة مسيرة من أصل أربع وعشرين أطلقتها روسيا على عدة مناطق في أوكرانيا يوم الأربع